الأشخيق العزيزة الرئيسة الحسيسي رئيس جمهورية مصر العربية العزيزة على قلوبنا الأخوة الأعزاء رؤساء الدول ورؤساء الوفود الدول الجواري في السودان السيد الرئيس مفاوضة تحضل إفريقية السيد الأمين العام لجمعات الدول العربية المشاركون الأعزاء السيدات والسادة إنني أود في بادء الأمر أن أتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى أخي السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومته وشعب مصر لحفاوة الاستقبال الأخوية الذي حضينا به أيضاً يتحتم علي أن أشير إلى الامتنان لكارم الضيافة الذي حضينا به أنا والوفد المرافقة لي منذ أن وطأت أقدامنا إلى هذه المدينة الكبيرة مدينة القاهرة إنني أود أيضاً أن أحيي الزعامة المصرية وتوجه بالشكر للسلطات المصرية لتلك المبادرة الخاصة بتلك القمة التي تضم دول جواري السودان وللجهود التي تمبت لها والتنظيم الرائع والذي حظي به هذا الحدث إن هذا اللقاء يسمح لنا أن نركز على الموقف المثير للقلق الذي تمر به السودان منذ اندلاع هذا العداء بين الأطراف المتحاربة لكي ندرس سوياً سبل الخروج من تلك الأزمة أيضاً أود أن أنتهز هذه الفرصة للإعراب عن امتناننا الخالص للدعوة التي وجدت إلينا والتي تشارك بمقتضاها تشات في تلك القمة المخصصة لمعالجة تلك الأزمة التي تؤثر على السودان وأيضاً التي تؤثر على كافة دول الجوار إن تشاد تحيي بشدة عقد هذا اللقاء بالغ الأهمية الذي يأتي في سياق يتسم بالطبيعات التي يتسبب فيها الموقف في السودان إن دولة تشاد ستفعل كل ما في وسعها لكي ينتهي مؤتمرنا وكذلك أية مبادرة من شأنها أن تدعم الجود التسوية السلمية للمواجهات في السودان وإن تم إيثار الحوار بين أطراف هذه الدولة الشقيقة ودولة الجوار السيدات والسادة إن المواجهات التي تدور في السودان تشكل لدولتي ليس فقط لدولتي ولكن لكافة دول الجوار مصدر قلق بالغ إن تشاد لم تكف عن المعاناة من تدهور الموقف وتستأمن الهجمات بين المدنيين وفي هذا الصدد إنني أناشد إلى بحث مشترك عن حل ملائم لعلاج هذا الموقف الطارئ ومعالجة نقص الغذاء ونقص الأدوية ونقص المعادات الطبية والتي كانت ضمن الأسباب التي أثرت تأثيراً غير طيب على الأبرياء ونحن يجب أن يكون هناك نوع من التفاعل في الجهود ودعم المبادرات الدولية من أجل حل الأنمة السودانية وخاصة من خلال الاتحاد الإفريقي ومن خلال إرساء آلية موسعة بشأن السودان وأيضاً من خلال جماعة الدول العربية السيدات والسادة إن دولة تشاد تدعاني من العواقب الوخيمة بسبب تلك الأزمة الجارية في السودان وفي خلال أسبوع واحد في شرق تشاد استقبلت تشاد أكثر من 150 ألف شخصاً غالبيتهم من النساء والأطفال الذين هربوا من القتال من أجل اللجوء إلى الأراضي التشادية إن هذه الموجة الأخيرة قد جاءت بالإضافة إلى 600 ألف لاجئ في سوداني في تشاد منذ عشرين عاماً عقب أزمة درفور إن الحمل الذي يمثله هذا العدد الكبير من اللاجئين أثره أثر شديد على الموارد إلا أننا نقوم بواجبنا الأخوي من خلال الإعراب عن الإرادة القويمة فيما تعلق باستقبال اللاجئين السودانيين الذين يسعون إلى البحث عن الإسلامي في تشاد ونحن مؤخراً قمنا بزيرة الحدود الشرقية في تشاد ونحن نتفقد الوضع هناك في تلك المنطقة الحدودية وعندما التقيت باللاجئين كنت مصدوماً مما رأيته الأطفال والنساء الذين تركوا كل شيء ومجاءوا بأيدي فارغة حتى ينقذوا أنفسهم من الموت إنهم قد فروا من دولتهم وكذا عائلاتهم وإننا علينا أن نتجنب تلك الحرب وتلك العواقب الوخيمة لتنمس المنطقة بأسرها ولهذا فإننا استقبلنا في شاد الفريقين الجنرالين السودانيين من أجل أن يكفى عن الحرب ونحن نتواصل معهما وقد نشادناهما عدة مرات لوقف إطلاق النار وإيثار صوت المحادثات من أجل إيجاد حلاً سلمي للأزمة التي تهز دولتهما إن خطواتنا ومسعينا هو تطويق الحرب في السودان ومنذ بدء الحرب نحن نحاول أن نحن قمنا بالاشتراك في تلك الديناميكات التي تنمي وضع حد للحرب والقضاء عليها نحن على قناعة من أن خطوتنا ومسيرتنا بالنسبة لدول الجوار التي تأثروا بالإنعكسات السلبية لتلك الحرب علينا أن نقوم بجهود لتسوية السلمية ولإيجاد السلام في السودان دون أن نزلق في فخ التدخلات الأخرى ونحن نناشد المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراء فيما تعلق بمواجهة الأزمة الإنسانية التي تهز السودان إن وكالات الإغاثة الإنسانية يتحتم عليها أن تطلع بمسؤوليتها وتقديم كافة الدعم ومع المضرورية لهؤلاء اللاجئين السيدات والسادة في ختام كلمتي إن الكف الفوري للقتال وكف عن كل شكل من أشكال العنف ووقف إطلاق نار دائم والتواصل إلى حل سياسي عادل وشامل كل إن تنخرط فيه كافة الأطراف السودانية هذه مسألة بطاء للسودان لشعبها وكدوية إن الأمال والتموحات الشرعية للشعب السوداني والحق في الاستقرار لا ثمن له أيضاً يجب أن يتم إلاء الاهتمام من جانب كافة دول المنطقة ونحن نتمنى النجاح والتوفيق لتلك القيمة ويبارككم الله وشكراً لحسن صوتكم أشكر فخامة الرئيس محمد ديبي على كلماتي ترجمة نانسي قنقر